السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ قليل انتهى اللقاء الصحفي المستشارة الألمانية كما كان متوقع الساعة خمسة ونص الخبر المؤسف اللي اجاب عاد المؤتمر الصحفي عن المستشارة الألمانية انه تم اخباره انه كان يوم الجمعة عنده كونتاكت مع طبيب تبين انه الان هو مصاب وبالتالي المستشارة الألمانية أنجيلا ماكل نفسه رستدخل الحجر الصحي الان وتحدست فيه المستشارة عن مجموعة من الاشياء وأيضا طلعت بقرارات جديدة الان رح نشوفها ونشوف تفاصيل هذا اللقاء الصحفي طبعا انا سجلت جميع النقاط هوني حضرت المؤتمر بشكل كامير سجلتلكون يا مشان ألقيها عليكم انه في بعض الاشياء لازم ألقيها عليكم بشكل حرفي اول شيء المستشارة الألمانية نجحت في توحيد القرار في ألمانيا بمعنى انه سمعنا انه كان فيه خلاف بين رؤساء وزراء المقاطعات وتأكد هذا الشيء اكدته المستشارة لانه فيه صحفي وجه لهذا السؤال اطلع انه كان فيه نقاش حيوي يعني اسمعنا عن الخلاف بين رئيس وزراء مقاطعة باين بشكل خاص ورئيس وزراء مقاطعة نوت غين بستفال واحد مع تجديد الإجراءات الآخر يعني ضد التجديد الأكبر أو فرض حظر تجول على ما يبدو ولكن المستشارة نجحت في توحيد القرار الألماني وأكدت هذا الشيء في خطابة مرتين على هالنقطة تحديدا توحيد القرارات في ألمانيا موكل مقاطعة على حال طيب اول شيء شغلت المستشارة الألمانية التزام معظم الناس بقواعد الأمان والوقاية اللي كان لحد الآن وخففت العلاقات وقالت أنه معظم الناس ملتزمة وشكرتهم بشكل كتير كبير وبدأت تفاهمة يعني أنه كل شخص فينا بيضحي بشوي يعني من علاقاتهم مع أصدقاء ومع زيارة الجدة أو أو بالأوضاع المادية كمان والعمل أنه الكل عبيضحي الآن وشكرت كل هالناس أكدت المستشارة الألمانية كمان في بداية حديثة أنه لحد الآن لا يوجد لا دواء ولا لقاح هذا كلام رسمي من المستشارة الألمانية رئيسة أكبر قوة اقتصادية في أوروبا ورابع قوة اقتصادية في العالم سمعنا في الولايات المتحدة الأمريكية أنه فيه دواء مطاد للمالاريا يمكن استخدامه قد يظهر فعالية يعني ضد هالموضوع ولكن المستشارة أكدت دواء لا يوجد لقاح لا يوجد بعد مهمتنا هي كسب الوقت لبين ما تتطور الأمور أو يتم إيجاد لقاح أو إيجاد دواء تحدثت المستشارة الألمانية كمان أنه الصوت للمواطنين وصل إليها أنه هناك رغبة في توحيد القرارات في ألمانيا قلنا ذكرتها النقطة في مرتين يعني في خطابة والواضح أنه هي مستوبة كمان هذا الموضوع بشكل كامل أنه الشعب الألماني الناس اللي عايشين في ألمانيا بدهم قرارات موحدة وهذه القرارات الموحدة تم اتخاذها الآن لكل ألمانيا ستنطبق هذه القرارات على الحكومة المركزية والحكومات الولايات والبلديات إذن كل متفق على هذا الموضوع والهدف هو أنه كسب الوقت تخفيف العدوى رئيس ما يتم إيجاد لقاح أو دواء والآن رح أسكر النقاط لذكرتها المستشارة الألمانية في خطابة اللي لازم يلتزم فيها الجميع أولا تخفيف علاقة المواطنين والمواطنات في ألمانيا مع أناس خارج أفراد المنزل إلى أقل درجة ممكنة ثانيا في الأماكن العامة يجب الابتعاد عن الأناس الآخرين مسافة قدرها على الأقل متر ونص والأفضل مترين فما فوق ثالثا في الأماكن العامة مسموح لك فقط بالتواجد إما بشكل فردي أو مع شخص آخر أو مع عدد أكبر من الأشخاص إذا كانوا من أفراد المنزل اللي عايشين معك بمعنى ممكن الأفضل تكون لحالك بره مسبح لك تطلع أو مع شخص تاني مع الحفاظ على قواعد المسافة أو مع أفراد عائلتك بمعنى أنه إذا أنت خارج المنزل مثلا زوجة ولد أو ولدين طبعا بتي بأن أنتوا في المنزل كما عايشين مع بعضكم فمسمح لكم كمان بره تتواجدوا مع بعضكم هذا الشيء منطقي رابعا مسموح لك الخروج من المنزل للتسوق والعمل والمواعيد الرسمية والصيدلية أو مساعدة الآخرين أو ممارسة الرياضة بشكل فردي أو الخروج لاستنشاق الهواء إذن ما في حظر تجول في ألمانيا هاي أهم نقطة ما في حظر تجول بسمح لك تخرج للضرورة ضمن القواعد اللي حكينا عنها أنه مع مين كم شخص والمسافة الأمان والأفضل لحالك لإحدها الأسباب العمل التسوق الصيدلية المواعيد الرسمية أو حتى لاستنشاق الهواء إذا أريد أن تشم هوا ونضيف بره أسمح لك ضمن القواعد الرسمية خامسا تنظيم الحفلات سواء داخل المنزل أو خارج المنزل في الأماكن العامة غير مقبول في الأوضاع الحالية التي تمر في البلد أكدت هذا الشيء والذي سيراقب هذا الموضوع هو مكتب النظام والبوليتساي هذول الجهتين اللي سيراقب التنفيذ الآن هالأشياء اللي حكينا عنه وأي مخالفة لألاس يترتب عليها عواقب قانونية لماذا ذكرت هالشيء في صحفي سألها بعدين قال أنه اسمهنا أن المخالفة ممكن تكون 25 ألف يورو قالت لا نحن ما تحدثنا عن رقم محدد للمخالفة ولكن رح يترتب عليها مخالفات لللي ما بيلتزم بهالشروط سادسا المطاعم الجاسترونومي كيش أعلق بالمطاعم والأكل الأكل طبعا هذه مو محلات بيع المواد الغذائية سيتم إغلاقها معدى شغلتين خدمة التوصيل للطعام إلى المنزل أو أنه تعدي تأخذ التواصي يعني الأشياء اللي ما فيها تماس بشكل مباشر ومعدى ذلك المطاعم سيتم إغلاقها بشكل كامل سابعا وهذا السؤال اللي نسألته أنا كتير طبعا مقاطعة بايا انطبقته الآن صار قرار في كل ألمانيا الحلائين كتير ناس سألتني عنه صالونات الحلائة صالونات كمان المكياج وهالشغلات والمساج وشغلات مثل مثلا التاتو شتوديوس طبعا الوشم الناس اللي بتوشم يعني كل هالأشياء كمان سيتم منع بكل ألمانيا وإغلاق هالأشياء وتحدثت ليش طبعا السببب منطقي مثل ما كل الناس كمان ناقشت وكتبت التعليقات السابقة على الفيديوهات السابقة فيه تماس مباشر مع الزبون أو مع الشخص اللي أنا عبخدمه وبتعامل معه وبالتالي المنطق بيقول أنه طالما لازم يكون بعيدين عن بعضنا فمستحيل أن أمارس هالمهنة مثل مهنة الحلائة وبالتالي إيقاف كامل لصالونات الحلائة في كل ألمانيا ثامنا بالنسبة للشركات والعمل حست على الالتزام بقواعد الوقاية والأمان وأيضا طلبت من أرباب العمل تأمين هذا الشيء في أماكن العمل إذن محاولت دائما الالتزام بالقواعد الوقاية تسمعنا أشياء كثيرة يمكن أن يشتغل بالبيت بشغلوه بالبيت إذا كنت مضطر تشتغل بشكل مباشر تنتبه لقواعد الوقاية مثلا إذا كنت تشتغل في المجال الصحي الكمامات الكفوف الابتعاد المسافات هالأشياء يجب الحفاظ عليها قدر الإمكان أو يجب الحفاظ عليها حتى أثناء العمل تاسعا هذه الإجراءات ستكون سارية المفعول لمدة أسبوعين على الأقل لمدة أسبوعين مبدئيا بمعنى قابلة للتمديد هذه كانت أهم النقاط سجلت لكم بشكل كامل حاولت أن أقول لكم بأكبر قدر ممكن من الدقة لذلك تحدثت عننا اللغة الفصحى لكي تقدر تعرف النقاط المستشهرة ذكرتها أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا على هذا الشكل تماما الأشياء التي تأكدت الآن كان في خلاف بين رؤساء وزراء المقاطعات المستشهرة قالت كان في خلاف أو كان في نقاش حيوي جنبت موضوع خلاف ولكن قالت المهم أننا اتفقنا إذا المانيا أو المستشهرة نجحت في توحيد قرار المانيا تحدثت أيضا عن موضوع النظام الفيدرالي وقالت أن القرارات موحدة على مستوى الحكومة المركزية الولايات والكومون البلديات القرارات موحدة للكل وشكرت كثير الناس لعب تلتزم وحس الناس أن تلتزم بشكل أكبر في الوقت القادم كل ما نلتزم أكثر كل ما يلتزم عدد من أكبر من الناس بهال قواعد سنكسب وقت ونخفف زيادة عدد الإصابات بشكل كبير لكي نجهز النظام الصحي أكثر ونجهز الأجهزة المشافي أماكن العلاج كل هالأشياء لبين ما نلاقي لقاح أو دواء لهذا الموضوع عدد الحالات في ألمانيا وصلت تقريبا إلى 25 ألف وعدد الوفيات إلى 3 وتسين إذن الأمور تتطور بشكل أكبر وهذا كان متوقع إيطاليا أوضاعها صعبة وإسبانيا أوضاعها صعبة الأمور تتطور أكثر وأقول إنجلترا أيضا أوضاعها صعبة إذن كل هالدول أوضاعها أصعب بكثير من ألمانيا نحن لدينا هنا لكي نرى بقية الأخبار المهمة ألمانيا بعدت مقاطعات مثل مقاطعات البارحة بدأت باستقبال حتى الناس بحاجة للتنفس الاصطناعي من فرنسا فرنسا وضعها صعبة كثير ما عندها أماكن كافية أن تنزيفش تنفسيون الأجهزة يعني كمان التنفس الاصطناعي فبدأ نقل الناس ألمانيا بدأت تستقبل الآن من فرنسا مقاطعة زعلنت أعلنت استعدادة عن استقبال الناس من فرنسا النظام الصحي في فرنسا ما ضل محل أبدا وأيضا مقاطعة غيرنا بفالس أعلنت اليوم أنه عندها استعداد تقبل الناس أو تجيب الناس من فرنسا لمعالجتهم في ألمانيا ألمانيا تقدم مساعدات كثير قدمت مساعدات لأيطاليا كمان ترسل طائرات في معدات طبية ألمانيا تحاول تساعد شركاء الأوربين ومعزلنا نحن مقارنة مع بعيد الدول هذا الشي تحدثت عنه مبارح وضع ألمانيا أفضل بكثير والنظام الصحي أقوى بكثير حتى يعتبر أقوى من نظام الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا دولة قوية جدا بنظام الصحي هذا لا يعني أن نعتمد على هذا الشي بشكل كامل ولكن هذا يعني أنه وضع ألمانيا مقارنة مع الدول الأخرى أفضل لأنه لدينا استعداد أكتر لدينا أجهزة تنفس أكتر بكثير من كل دول معظم دول العالم يعني ألمانيا يعتبر نظام الصحي يعتبر نظام الصحي من الأفضل الأنظمة بكل العالم أظل أذكر كمان نقطة مهمة فيما يتعلق بمقاطعة بيان تحديدا رغم كل القرار الموحد اللي تم الحديث عنه فيه كان نقطة تانية مهمة تم ذكرة في مقاطعة بيان إذا بنتذكر فيديو قبل يومين أنا عملته تم الحديث عن أنه غير مسموح لك في مقاطعة بيان بالخروج خارج المنزل مع شخص آخر حسب قرار المستشارة الآن مسمح لك تكون برة مع شخص تاني مو من أفراد المنزل ولكن قلنا يعني عن طريق الحفاظ على مسافة أمان ولكن شخص تاني حسب قرارات مقاطعة بيان إذا بنتذكر ممنوع تكون مع شخص آخر غريب عنك يعني صديق أو كذا خارج المنزل بس أفراد العائلة المنزل الواحد هاي كمان ضلت يعني خلاف بسيط تفرق في مقاطعة بيان عند بقية المقاطعات في ألمانيا أبقال لكم هذا الشي مشان الناس الموجودة في مقاطعة بيان تنتبه لهالنوطة هيك بكونا قلت لكم أهم الأنباء وكل الأشياء اللي لازم نلتزب فيها الآن كليتنا على مستوى ألمانيا بشكل كامل دألت لكم بكل صدق وشفافية مع تمنياتي للجميع بالسلامة والصحة والعافية وأيضا للمستشارة الألمانية أنجيلا ماكل تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته